أخواني وأبنائي ما أحوجنا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تشهده بعض دولها من مقاصر ونكبات وصراعات إلى توحيد الكلمة والتكاتف والتآذر والتمسك بوحدتنا الوطنية التي حمى الله تعالى بها كويتنا العزيز في الماضي وسيحفظها دائما بفضله فهي الضل الوارف والسياج المنيع لدرء المخاصر عن وطننا وسلامته وإننا مدعوون لاستخلاص الدروس والعبر مما خلفته تلك الصراعات والحروب في هذه الدول فالعاقل من التعض التعض بقيره وأدرك ما ينعم به في وطنه من أمن وأمان واستغرار ورخاء